فرضت قوات الاحتلال إغلاقاً مشدداً على محافظة الخليل وأغلقت المداخل المؤدية إلى منزل الشهيد محمد الجعبري بالسواتر الترابية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربعة أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين وعلى إثر ذلك عمّى الإضراب الشامل محافظة الخليل وقرها والاحتلال الإسرائيلية المداخل المؤدية إلى منزل الشهيد محمد الجعبري في الخليل بالسواتر الترابية فيما قامت وحدات الهندسة بأخذ قياسات المنزل تمهيداً لهدمه بعد لحظات من تنفيذه لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربعة أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة خمسة أحدهم بجراح خطيرة فيما ارتقى محمد بعد دهسه من قبل أحد المستوطنين ليرحل أستاذ المدرسة شهيداً تاركاً خلفه زوجته وثلاثة أولاد شاب خلوق شجاع مقدام يحب الخير للجميع ويحمل شهادة البكالورس في الشريعة الإسلامية وكان محافظ على صلاته في المسجد وهو مدرس في سلك التربية والتعليم عاتوا بالبيت خراب سواء الأتاث أو مثلاً أطعمة أو جدران حتى الجدران على حسب مروي لأنهم خزقوا بإدريلات العملية وقعت بالقرب من منزل المضطرف إتمار بن غفير الذي علق على الحادثة بأن المنافذة أطلق النار على السيارة تشبه سيارته فيما أشارت مصادر أخرى أن المستوطن عفر يحنى من بين المصابين بجروح خطرة وهو المعروف عنصريته باتجاه سكان المنطقة ويسير على نهجه باقي المستوطنين الذين هاجموا بيوت المواطنين فيما أعلن الجيش عن تعزيز قواته في المنطقة ونشر وحدات جديدة في الخليل الاحتلال الإسرائيل ومستوطني بدأ أولاً بقطعان المستوطنين بالهجوم على ودح الصين وحرط الجعبر والمنطقة القريبة على عائلة الشهيد على متلكات عائلة الجعبر بالأمس وبعدها أيضاً من صباح الفجر من فجر اليوم صباحاً بدأ الاحتلال بجرفاته ووضع السواية الألترابية على جميع مداخل المنطقة من أجل وضع حاجز ما بين الناس والمتضامنين من كل مكونات المجتمع الفلسطيني مع عائلة الشهيد محمد كامل الجعبري الاحتلال بعد العملية اعتقل أحد الشقاء الشهيد كما أن له شقيق آخر هو وائل الجعبري أحد المبعدين إلى قطاع غزة أهالي المدينة أعلن الإضراب العام وغلقت المحلات والمؤسسات استمرار سياسة الاحتلال بالعقاب الجميع على مدن الضفة الغربية وهذه المرة على محافظة الخليل رداً على عملية قريات أربعة إغلاق كافة المداخل الرئيسية وتشديد الخناق على منزل المنفذ وأهالي المدينة يعلنوا الإضراب العام تضامناً وحداداً على الروح الشهيد من مدخل الخليل محمد العدم رؤيا